هبعد شوية عن ستاة بورسعيد واللي حصل هناك بتفاصيله ما بين ناس شايفة انهم نظريات مؤامرة او شايفة واقع هبعد عنه شوية ونتكلم عن التداعيات او ما الحاجات اللي كانت بتدبع اللي حصل في بورسعيد وفي ستاة بورسعيد واستشهاد حاجة وسبعين مواطن مصري من استويس للقاهرة يقلبي لا تحزن مبارح استشهاد اربعة سويسة في المظاهرات والاعتصامات ضد اللي بيحصل وضد الاحداث اللي حصلت وحتى الان في القاهرة في 2532 مصاب وفي كلام على انه في شهيد ولسه القبر ده غير مؤكد وكان بيتم بتدوله مبارح على تويتر بس مش كنت اكدين فعلا اذا كان في حد جار له حاجة ولا لا بس 2500 اصابة ده رقم كبير جدا الناس موجودة لي عند وزارة الداخلية اتفقنا او اختلفنا الناس غضبانة وعايز حلول زي ما قلنا في اول الحلقة اللي بيكلم عن تهدئة يطلعين قرارات بدل ما يقولنا اهدوا وارجعوا بيوتك وما فيش حاجة بتحصل يحمل لنا حاجة يقول لنا قرار يقول لنا العمل كده هيتحسب وهيتعاقب عشان الناس يعني يشفوا غليلهم شوي في نفس الوقت الاعلام دوره مختلف يعني في اعلام ناس بتسميه محرد لمجرد انه بيعرض وقع وشايفاه انه بينقل الاصابات والحاجات يقول له ايه الحق ده الاعلان ده بيسخن وفي اعلام تاني بقى بيطبل وبيزمر برضو عمال يقولنا كلام وبيحاولي غيبنا ومازال في عملية التغييب حكومي او خاص انا مش بتكلم مش بصف حد بعينه يعني خلونا اتكلم عن احداث اه وزارة الداخلية لو سمناها محمد بحمود بشارع نبار بشارع الفلكي كل الاحداث اللي كان بتحصل مبارح مع ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو استاذ محمد محمد فتحي الكاتب الصحفي ومدرس مساعد بقسم اعلام اداب حلوان نهارك سعيد يا فانت استاذ محمد خليني ابتدي برؤية حضرتك اللي بيحصل حوالين وزارة الداخلية اذا كان فاي من الشارع اللي انا جبت سريتها من شوية في احداث كر وفر في احداث عنف شباب بترمي توب بترمي عليها قنابل مسيلة للدموع وعملين نقول مفيش خرطوش مفيش خرطوش والتصريحات الرسمية عملت قول كده وان كان فيه حتى مراسل قناة الاخبار مبارح قال مفيش خرطوش مفيش خرطوش هو نفسه تصبى خرطوش في عينه يعني حكشاف اللي بيحصل عنده وزارة الداخلية ايه الحقيقة انا حبدأ ان بالنسبة لنفيش خرطوش ديات انا ليا صديق اسمه محمد عيد محمد عيد هو الجرافيك ديزاينر بتاع صفحة كلنا خالد سعيد محمد عيد اول مبارح بالليل جات له خرطوشة في عينه مبارح الصبح دخل احد المستشفيات عينه تصفت فلما حد يقول لي مفيش خرطوش انا عرف على طول ان هو اما كذاب او متآمر مش ملهاش تفسير تالت الناس اللي عند وزارة الداخلية عجبني كلمة اتفقنا او اختلفنا معهم لان عدد كبير من الناس يقيمة بياخدوا ردود افعال متطرفة جدا بناء على الحدث فيقول لك هو ايه اللي وداهم عنده وزارة الداخلية غير مدركين بالمرة ان اللي كانوا رايحين استاد بورسعيد مثلا اول مبارح ماينفعش نقول لهم هو ايه اللي وداهم استاد بورسعيد زي بالضبط التفسير القديم هو ايه اللي ودا البنت اللي اتعرضت مدان التحرير هو نفس المنطق على فكرة ما تغيرش طالما ان نفس ردود الافعال هي هي اذا نفس المنطق حاسود اللي احنا بنشوفه الوقتي محاولة منظمة ممنهجة لتصفية الثورة محاولة منظمة ممنهجة بحلال الفوضى بشكل منظم وتحويل الامر الى حرب اهلية عن طريق عدد من الناس بما انك بتتكلمي في الاعلام وبنتكلم عن الاعلام عن طريق عدد اما من الاعلامين او من الضيوف المحفوظين اللي احنا عارفينهم اللي هم بنسميهم عاملين زي الدبابير كده يخرجوا من القناة دي يخشوا القناة اللي بعدها ويخرجوا باوامر معروفة منين الاوامر دا ان لازم نجيب فلان هو ده الضيف اللي هيتكلم كويس فاذا بي بيروج لافكار من شأنها احداث فوضى منظمة فعلا هيربرت شيلر بيقولك على الوسائل الاعلام دا بيقولك عليها ان هي المتلعبون بالاقول ما يحدث الان محاولة عظيمة للتلعب باقول شعبي باكمله من خلال وسائل اعلام اما وسائل اعلام رسمية واما وسائل اعلام تصطنع ان هي وطنية وبتدافع عن الثورة بينما اللي بيقدموا فيها هم كانوا في نفس المبنى دا في نفس يعني انا عرف مقدمة برامج كانت بتشغل في نفس القناة هنا عندكم وكانت بتدير في 2005 الحملة الاعلامية لمبارك وحملة الترويج لها ومشهور عنها ان هي لم تتقدم الليما واحدا وان هي طلبت بس 100 جنيه ممضية من حسن مبارك فاذا بيها تتحول مع مرور الوقت من واحدة بتدافع عن النظام وبتروج له كشغلانة باستماتة الى واحدة بتركب الموجة وبتقول ان انا من الثوار وانا مع الثورة والى عارفة بالله على رأي عدد كبير من تويتر تنبأت امس بحرق مصلحة الدرائب العقارية قبل حرقها باربع ساعات زي ما حصلها نفس القناة برضو تنبأت بحرق المجمع للعلم احنا امام زرقاء امام جديدة احنا امام زرقاء امام جديدة موجودة في قناة عليها علامات استفهام كثيرة والاستثمار بتاع ملكها عليها علامات استفهام كثيرة جدا 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 فاذا انا لما اجي اتفرج على احد الضيوف الذي تحول الى مقدم برامج في نفس القناة يحلل ويروج وينظر اللي هو كان بتاع الخروج الامن مع كامل احترامي دي فاذا بيه يحلل وينظر لتفكيك الدولة اذا احنا امام مصرحية هزلية قوية جدا خلينا اقولك كمان ان فيه وشوش ظهرت مبارح تحديدا كنا مترقبين ظهورها يعني بس اختيار معاد ظهورها وكأنه كان متوقع ومعروف انها تحصل الاحداث دي في الوقت ده فظهورها كان مناسب جدا والناس دي مشوفناش من يناير اللي فات يعني فيه ناس معينة كده اختفوا بعد تنحي او بعد الخلع او بعد الرحيل اي ان كان برضو الناس تحب تسميه ايه ورجعوا تاني دلوقتي وكأنه احنا فعلا بنعيد السنة اللي فات نقولها من قوله جديد باعلميينها بسيناريوهاتها باحداثها بكل حاجة فيه يعني نقطة انتشرت على شبكات تواصل اجتماعي نعيد الثورة اه اللي فاتته الثورة اديها بتتعد دلوقتي تاني للأسف الشديد اللي بيحصل دلوقتي هو تكرار لما حدث من قبل لان ما كانش فيه ردود افعال كافية ولا ردود افعال نقدر نسميها ردود افعال قوية عشان تضع نقطة ونبدأ فعلا من اول السطر سيد محمد خياني اسألك بانت خصوصك الاعلام يعني هو صعب ان الاعلام يبقى كلمة محايد دي برضو بيبقى لي عندي علامات التفهيم بصراحة يعني انا مش هايزة كلمة محايد هل صعب ان الاعلام يبقى بيعرض اللي بيحصل نقطة يعني انه انا فيه درب نار واحد درب خرطوش اقول ده درب خرطوش ليه الاعلام يطلع اقول لا ده جات له سكتة قلبي يعني صعب ان الاعلام يبقى بيقول اللي بيحصل هسألك سؤالي عايدة انتي لما جيت اشغلتي في القناة ديت هل قالولك ادوكي حاجة اسمها ستايل بوك لا طيب التلفزيون المصري كله بالقنوات الفضائية المصرية الخاصة والمستقلة اللي بيقولك تقول ايه وتقوله ازاي وتقوله امتى وتقوله بأني طريقة وفقا لسياسة هذه القناة تمام مبدئيا ما فيش حاجة اسمها موضوعية الموضوعية دي خرافة اه مش نجد بس لو سمحت لما تيجي تزيع خبر زيع الخبر زي ما انت شايفه حتى مش زي ما انت شايفه زي ما الناس شايفينه زي ما هو حاصل انما ما ينفعش تزيع الخبر من وجهة نظرك لان اول ما بخش في مسألة وجهة نظرك تحصل مصائب ما ينفعش عندي وجهتين النظر فاركز على وجهة نظر ماينفعش كمان ان انا لما ااجي ادعي الموضوعية فاجيب ناس من الثورة وناس ضد الثورة فاجيب اللي بيمثلوا الثورة رجوزات الناس مش عارفة تتكلم او ناس متطرفة في تفكيرها كل ما تتكلم تكره الناس زيادة في الثورة واجيب الناس اللي ضد الثورة الناس العتولة دكاترة الجامعة اللي هم مضرين من الثورة واللي هم كانوا أصلا بينظروا للحزب الوطني وبيكتبوا في الجرائد القومية مقالات غزل في الحزب الوطني وفي النظام السابق إذن إحنا دلوقتي أمام مشكلة عندي مشكلة تانية إحنا بنتكلم في وسائل الإعلام وموضعية طيب لو سمحتي مع كامل احترامي هو وزير الإعلام سيادة وزير الإعلام خلفيته إيه جيش طيب أنا لما يبقى وزير الإعلام المصري لواء في هذه الفترة التاريخية الصعبة ومسكوا إعلام المفترض أنه هو مهني وموضوعي وهذا الوزير مع كامل احترامي كان بيرأس جهاز اسمه جهاز الشؤون المعنوية وظفته في الإعلام كده التعبئة تعبئة مين؟ تعبئة جنود تعبئة جنود في أي حالات سواء في حالات السلمة أو في الحرب وهم في الآخر جنود إذن فرأس الهرم في الإعلام الرسمي المصري لواء جيش لواء قوات مسلحة مهنته تعبئة الناس طيب إذا أنت كنت الآن بتعبئ الناس هتعبئهم مع مين وضد مين؟ بس هو تاريخياً أعرف يا أستاذ محمد تاريخياً برضو هو معظم القيادات في الحاجات اللي هي مش بيزي الإعلام مثلاً لواء جيش هتلاقي الأوبرا برضو كان بيبقى لواء جيش أو لواء شرطة هتلاقي دايماً المناصب الكبيرة ولأن احنا طول الوقت عندنا المنظور الأمني للتعامل مع الأشياء فهتلاقي رؤوس الحاجات معظمها جيش لواء جيش متقاعد أو لواء شرطة قوي بكلها تعامل أمني مع الأشياء هذه الثورة قامت للاستبعاد هذه الرؤوس مش هقول قطعة بس عايزين نستبعد هذه الرؤوس خليني أقصوها بشكل مختلف لاستبعاد منظور الأمني لإدارة الأشياء واستبعاد أي شيء من شأنه تعبئة هذا الوطن وجعل إعلامه في اتجاه واحد صحيح دلوقتي الإعلام في اتجاه واحد ضد الثورة حتى الذين يفتعلون أو يدعون أنهم مع الثورة بيحطوا ما يسمى السم في العسل يا جماعة ده إعلامه وده كلنا درسين الكلام دوت دي حاجة كده فيه نظرية اسمها طلقة سحرية طلقة سحرية عارفة أن الجمهور اللي قدامي دوت قاعدوا كأنه مناوم مغناطسيا فأنا أي حاجة حقولها له حيصدق حتى بعض الإعلاميين اللي كنا بنصخر منهم ونقول لا ده مهرج ده بيطلع يهزر وخلاص ده طلع ليه جمهور وهذا الجمهور مؤثر وهذا الجمهور مؤثر ينتخبه ويديله أصوات في مجلس الشعب حتى لو رسبه سقط لا لا ما خدش أصوات ده خد صوت الأسرة يعني خد أصوات أو خد صبونة يعني في الآخر هذا الرجل يؤثر في نطاق معين النطاق المعين ده هو اللي ممكن يكون عمي وعمتي اللي في البلد وخالتي اللي في لا يعني إحنا مخترقين بشكل أو بخر على الرغم من أن هذا الشخص أو هذه القناة تحديدا يعني أوريك بس فكرة الزوجية حتى في التعامل هذه القناة تحرد ضد الثورة وعملة برضو تعبئة والمستندات التي تحصل عليها تحصل عليها من فلول الأمن الدولة ومعروف كل دوت لأن كل دوت كان نفس الكلام اللي بيقوله أمن الدولة ونفس ملفات أمن الدولة وهذه القناة ليها مديونية في مدينة الإنتاج الإعلامي مديونية كبيرة جدا 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 لدرجة أن بالقانون مدينة الإنتاج الإعلامي ممكن تقفل القناة دي تقفلها مش عشان بتعبق ضد الثورة تقفلها عشان ما بتدفعش فلوس لمدينة الإنتاج الإعلامي زي ما تلككنا في الجزيرة وزي ما تلككنا السنة اللي فاتت في أوربت وأكتر من حاجة لا تعالى لو سمحت يعني هتعمل القانون انت دلوقتي بتستعمل القانون لخدمتك القائمين على هذا البلد يستخدمون القانون لخدمتهم بيعاملوا على رأي صديقي الكاتب الصحفي الأستاذ عمر طاهر يقول لك بيعاملوا السفحين على أنها جرائم شكات وبيعاملوا الثوار على أنهم سفحين بمصطلح الإعلام الكبير الأستاذ يوسري فودا ويقول لك احنا عندنا دلوقتي أربع أنواع من الثوار ثائر الله يرحمه وثائر ربنا يشفيه وثائر مقبوض عليه وثائر ربنا يسطر عليه ربنا معي طب احنا دلوقتي احنا بنتكلم في ايه هل احنا بنتكلم في مهنية انا بقول لك مفيش حاجة اسمها مهنية طول ما كل وسائل الإعلام المصرية بتتعامل مع الثورة كسبوبة وبتتعامل مع الهجوم على الثورة على أنه هو دي بقى الموضوعية بتاعتنا احنا بنتعامل في ظرف خاطئ وظرف تاريخي المفترض أن هذا الظرف التاريخي كلنا نتوحد فيه خلينا أقول لك أنه ولا وسيلة إعلام في مصر ومش عايز برضو مش عايز وأنا بقول الكلام ده أبقى بزايد أو بشيل الشيلة للإعلام لا احنا عايزين يعني نطلع فوق في حاجة اسمها المجلس العسكري في حاجة اسمها أنه لما أقول يسقط يسقط حكم العسكر فأنا ما بقولش أن يسقط يسقط جيش مصر وده من الحاجات اللي أنا مشتغل عليها قاعد يعني لما بتركب مع حد يقولك يسقط حكم يا عم احنا الناس بتتكلم على اللي بتنادي بإسقاط المجلس العسكري المجلس العسكري في دوره كحاكم للبلاد ولكن الجيش أكيد على رأسنا كلنا ما عندناش حد مش شهيد 73 ما عندناش حد مش مش كنا بننتقد حسني مبارك وهو ماسك البلد درجات متفاوتة مش كل الناس أنا أدعي أن أنا والمدرسة الفكرية والصحفية التي أنتم إليها كانت تهاجم حسني مبارك وأنا الرئيس تحريك جورنال اللي كنت بشتغل فيه قال كتب مقالة اسمها إنك ميت وذكره بالموت وكان بيعظوا فيه أنا أدعي أن إحنا كنا بنهاجم الرئيس مبارك لما كان رئيس جمهورية مصر العربية وكان في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة فلما يتشال حسني مبارك ويتحط المشير تنطوي أو المجلس العسكري أنا أستطيع أن أهاجمه لأنه هو دوت اللي مسك البلد أنا مش بهاجم الجيش المصري أنا بهاجم مجموعة من الناس تتولى إدارة شؤون في البلاد فشلت في الحفاظ على دماء الناس في التحرير فشلت في الحفاظ على دماء الناس في بورسعيد مش من أبشانات خالص الراجل اللي رايح عشان يشجع في ماتش كورن ويرجع ميت ما هو ده أنا سعى يعني قلت ده يمكن يوم الخميس إنه أنا مش متخير أنا أبعت ابني الستادي تفرج على ماتش ما يرجعش أنا مش بعتك جابهة أصلي مش فيه حاجة اسمها نظرية الاحتمالات فيه 2% إنه مثلا حاجة سطرق يعني برضو عشان أبنون كل احتمالات فيه حاجة سطرق 2% طب الباقي يعني طبيعي مش في نظرية الاحتمالات ولا حتى في الـ 2% إن 74 واحد يموتوا في قلب استاد في ساعة أنا هسأل سؤال منطقي بما إننا دلوقتي نتحدث إلى الناس في البيوت وعدد كبير من الذين يتابعون الإعلام المصري ده أسف شديد من كتر التعبئة فقدوا الثقة في الناس اللي بتتكلم عن الثورة كويس فبدأوا يصفوهم بأنه هم مخربين محرضين معطلين لعجلة الإنتاج أنتوا عايزين إيه تاني البلد خير بتنتوا الدم دوت على الرغم من إن الطرف القاتل دائما واحد ومعروف والطرف المقتول دائما واحد ومعروف وعلى الرغم من إن يا جماعة لما بنتكلم عن هذه البلد اللي كي تنهض فإحنا بنتكلم عن إن إحنا نسفلت لها الطريقة طب خليس أسألك بم إنه من وجهة نظر حضرتك القاتل المعروف والمقتول المعروف هقولك وجهة نظر اللي بتتقال في الشارع ولا أنا يعني يعني وجهة نظر اللي بتتقال في الشارع طب ما أنتوا راحين والناس دي راح عند وزارة الداخلية طب وإنت مش هزينا نحمي المنشآت ولا إيه الناس دي راح عند وزارة الداخلية طيب أنا أذكرهم بأكثر من وقعة الواقع الأولى في إحدى الجمعة كانت من ثلاثة أشهر كانت عدد كبير من الألترس اتجه إلى مبنى وزارة الداخلية فما كان من وزارة الداخلية وقتها غير أن هما دخل وزارة الداخلية ورحوا قفلين الأبواب وكان يوم جمعة وكان يوم جمعة اللي هو يوم الجمعة ده اللي بيسموه المليونية واللي بيحصل فيه حج كبير جدا جدا من الناس فما كان من وزارة الداخلية غير أن هما دخلوا قفلوا عليهم بابهم تمسكوا بضبط النفس في اليوم دوت فما حصلش حاجة ولا ناس ماتت من الألترس وهم كانوا مجرب بيبلغوا برسالة ولا حصل مجزرة من المجزر اللي حصل هولا كان فاكرة الجمعة دي أنا بعتقد اللي حصل فيها عشان بقى بردو بيقول كل حاجة اللي حصل فيها إنه اتشالت يفطت وزارة الداخلية بالنسر اللي كان موجود اللي هي بقت موجودة تاني يوم بسرعة شديدة جدا عادي حط واحدة جديدة لأنه مبنى وزارة الداخلية من السكان اللي حوالين الوزارة يعني قريبة جدا فهو مبنى معمول بفلاز يعني دير ما يدور المبنى في فلاز فصعب اقتحامه بأي شكل الأشكاله والببان كمان بس كمان اللي حصل أنا فاكرا إنه كان في محاولة الحرق أحد لدوار الأولى من المباني المجاورة لوزارة الداخلية وساعتها حصل التساؤل الغادلاتي برضو مضبن التحقيقات اللي ما عندناش معلومات عنها إنه الشباب اللي كانوا تحت قالوا دي الحريقة كان بدأت من جوه وكانت هنا التساؤل إزاي الحريقة بدأت من جوه والشباب هم اللي طفوها برضو أو كانت فيه المساعي يعني ده كل السيناريو اللي حصل عشان بس ناس تلاقي فاكرة زي الحريقة بتاعت مصرحت القديل الجنة إيه زي الحريقة بتاعت مجمع الجلاء المحاكم زي الحريقة يعني إحنا لو حنفضل بقى ندور على أسباب الحرق وحنفضل ندور على كم من ناس الإعلام برضو بيخدر الناس إنه قولك القبض على رجل الأعمال فلان الفلان المنتسب للحزب الوطني لضلوعه في مؤامرات حرق كذا أو لضلوعه في مؤامرات ضرب الثوار بعدين تكتشبي إن الكلام ده فشوش وتكتشبي إن الكلام ده إشعاعات لتهديئة الرأي العام طيب خليني أرجع لك تاني وانت كنت بتقول إنه لما حصلت قبل كده مليونية الناس رحت عند وزارة الداخلية وما كانش في أي محاولات اقتحام بس برضو لما الناس رحت عند مباني أمن الدولة في أماكن مختلفة تم اقتحام أقولك بقى ليه ما حدث عند أمن الدولة ما كانش إن الناس رحت تقتحم أمن الدولة من البابلط كان بسبب إن عدد كبير من مقار أمن الدولة يوم 5 مارس 2011 الفريق أحمد شفيق اللي كان رئيسه زراء مصر والذي كان ينادي بعدم بعدم إعادة هيكلة أمن الدولة أو عدم إلغاء أمن الدولة وهم كانوا بيشغلوا على حسه فبعد يومين إلا حصل حصل فرم لمستندات وملفات كثيرة في مقار أمن الدولة بشكل منظم وممنهج اللي كان بيحصل اللي بيقولوا إن الناس رحت تقتحم مقار أمن الدولة الناس كانت راحة تحمي مستندات وأنا عايز أسأل سؤال بما إن حصل اقتحمات إحنا لما بيحصل اقتحم للتحرير بيحصل قتلة هتولي لو سمحتوا قتيل واحد من زباط أمن الدولة حصل في اقتحمات الناس اللي هم بيقولوا اقتحمات لمقار أمن الدولة قتيل واحد بس من أمن الدولة شهيد هنسميه حتى شهيد ساعته هتولي واحد بس هتولي واحد أصيب ده الناس كانت على أسطح أمن الدولة كانت بتضرب بالرصاص الحي وفي ناس ماتت فعلا بقى لو بنتكلم ده الناس كانت جوه أمن الدولة بتفرم في الملفات وعناصر قوات مسالحة واقفة بتحاول أن تمنع للشبكات لغاية لما تضرب عليها ملوتوف من فوق من فوق مقر أمن الدولة لا احنا مش عايزين نخلط الأمور احنا بنقول ان الجناه دائما معروفين والجناه دائما بيتم وعدنا ان هم حنجبهم وحنحقق معاهم ودي مؤامرة عشان زعزعت استقرار مصر واللي بيحصل ده ما بيحصلش بيحصل في كل أقتة العالم واحنا ما تقلقوش على مصر ومصر عتفضل طيب يا جماعة لو سمحتوا هتولنا نتيجة تحقيق من التحقيقات اللي اتعملت هتولنا واحد من الجناه اللي انتم سكتوهم بدل ما تجيبولنا الجناه اللي هما يطلعوا عيال صغيرة ممسكين في قضايا تانية وتم إجبارهم على الاعتذار ويطلع لواء المفترض انه لواء محترم عظيم في مؤتمر صحفي عالمي فيقول ان اه دي شايفين 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 فيتضح لنا في الآخر ان الناس ديت ممسكين في قضايا اخرى وتم إجبارهم ان هما يعترفوا ان هما مع الثوار ممسكين في قضايا اخرى قبلها بكذا يوم كمان يا جماعة ده انتم بقالكوا شهور عملين تقولوا التمويل بتاع 6 ابريل وفيه خبر كده دايما بينتشر يقولك ايه يقولك القبض على اتنين من عضاء حركة 6 ابريل وبصحبتهم اجانب ومبالغ مالية اننا نعرف مين لاتنين دولت اننا نعرف فين الاجانب اننا نعرف فين المبالغ المالية اننا نعرف ايه المقر دوت اللي هو بيقوله دايما انهما اقتحام احد مقار 6 ابريل واكتشاف اسلحة اننا نعرف فين الاسلحة دي والمين اللي جاني حاجة في غاية الاستفزاز ومش هنعرف ان في حاجات كتيرة واضحنا في علم الغيب تقريبا استاذ محمد فتحي الكاتب الصحفي ومدرس مساعد بقسم علامة ده بحلوان ختاما عايزة اسأل حضرتك تفتكر هننطلع ازاي من اللي احنا في ده يعني ايه نطلع ازاي اولا ما فيش حاجة اسمها خروج آمن لأي حد اي حد قتل يحاسب واي حد ارتكب جرم يحاسب ده رقم واحد رقم اتنين الهتفات والمطالب اللي هو الناس بتقولك مدان التحرير ما بيعبرش عن البلد كلها يا جماعة مش عشان مليون ولا اتنين مليون ولا حتى تلاتة مليون نزلوا من خمسة وتمانين مليون وقالك المجلس عسكري يسلم السلطة فخلاص يبقى احنا كده موفين عايز اقولك ان نفس الناس ذولت هما اللي كان ايام ما نزل التحرير عشان يشيلوا حسني مبارك قالك لا مش نفس الناس ذولت احنا عايزين حسني مبارك فاول ما حسني مبارك تشيل الباقي نزل يحتفل لا يا جماعة لو سمحتوا احنا زمن الاصنام انتهى كل ما يبقى فيه صنم حيبقى فيه فاس سيدنا ابراهيم لو عايزين نحل الموضوع يا مجلس اعلى للقوات المسلحة من فضلك اذا سمحت اذا تكرمت انت المنوط بيك تبرئة صمعة الجيش المصري وصمعتك انت شخصيا من اي اتهمات ممكن ان توجه اليك في هذه اللحظة التاريخية قدم الجنال اللي انت بتقول ان انت تعرفهم ما يطلعش اي حد يتكلم ويقولك والشعب مستني ايه لازم يبقى الكلام محسوب والكلمة اللي تطلع تطلع بحساب انزل وقول ان المحاكمات اللي بتحصل ديت محاكمات يا جماعة دلوقتي الناس اللي على الفيسبوك بيشتغلوا اسرع من جهات التحقيق واخنا مش عارفين ان رجل الاعمال في بورسعيد من اصدقاء جمال مبارك هو اللي طلع متورد في الموضوع واللي الاحداث دلوقتي في اللحظة اللي انا بكلمت فيها بيتردد انباء عن هروبه يعني الفيسبوك اللي بيتشتم وتويتر اللي بيتشتم بقوا اسرع من جهات التحقيق اللي عندهم الوسائل وبقوا اسرع من المجلس العسكري الذي يشاهد من الامس ومن اول امس جرائم القتل بتحصل وكله متصور فيديو على عينك يتجر يعني انا نفسي اعرف من اول امبارح والرصاص الخرطوش اللي بيطلق عند الدخلية وما مش كانوا نزلوا المجلس اعلى القوات المسلحة مش كان الجيش نزل وحط حواجز اسمنتية المجلس اعلى القوات المسلحة من اول امبارح وهو شايف هزي الضحايا بتسقط بيعمل ايه المجلس اعلى القوات المسلحة لما يبعت ناس عشان تستقبل اللعيبة ويترك الشهداء والمصابين ده احنا ولا مية تحية من اللواء الفنجاري ولا مية تحية من كل زباط القوات المسلحة ولا لوقات القوات المسلحة تعوضنا عن الشهداء ولا نزايد ولا نتاجر ومش بقولي الكلام دوت عشان يطلع وقولك ده وطني ده ولا بقولي الكلام دوت عشان حد يقولي انت بتطلع تحرد على القوات المسلحة الجيش المصري ده فوق دماغنا الناس اللي عبرت 73 وحطموا اسطورة اسرائيل التي لا تقهر فوق دماغنا لان هم اللي سببوا لنا مستقبل كويس بعد ربنا سبحانه وتعالى انما مستقبل ولادنا مستقبل ولادنا احنا نصنعه بأيدينا والمجلس الاعلقة المسلحة عليه ان يشارك بصنعه بامانة وبمهنية وبضمير واحنا بنتكلم عن رئيس دولة مش بنتكلم عن حاجة تانية وبعتقد انه مفودنا بكوننا متفقين على ده علشان كلامنا ما يتخدش بورا السياقه مرة تانية استاذ محمد فاتحي الكاتب الصحفي مدرس مساعد بقسم الام ادى بحلوان شكرا جزينا على جودك معنا النهاردة شكرا جزينا على جودك رسم كاملين فقراتنا خليكم معنا